أهلا بيكو، النجاح هو نتيجة الرأي الصائب أول حل للمشكلة هو الاعتراف أساسا بوجود مشكلة سلامات يا جوزفالدو يا فريرا، عنده مشكلة والتهاب ما أثر على عناه حتى مبطيشة قالك جوزفالدو فريرا بيظهر العين الحامرة لللاعبين مش كسة قدرات مدير فني ولا لها علاقة بإسكوات متكامل الموضوع لها علاقة بالجرنتا والإصرار والعزيمة والحماس والروح والدوافع لدى اللاعبين تقولي إزاي؟ هقولك إزاي؟ بس قبل ما أقولك إزاي لازم تعرف أن الزمالك إن شاء الله قادر على تحقيق اللقب الثالث على التوالي في الدوري والستة اللي مزرجنة الشباب هيحققوها والرجال بعون الله هقولك بقى إزاي؟ بيرامت زباله خمس سنين في الدور المصري بيعمل صفقات بأرقام خيالية فوق الخيال عنده قوالة لعيبة كبيرة وعظيمة إيه المحصلة؟ سفر ألقاب مفيش بطولات ولا إنجازات اللقب الوحيد اللي بيحاول يحققه كل السنة هي محاولة الانتصار على الأهلي أحمد السيد زيزو أحمد السيد زيزو قصما بالله مش عشان زمالكاوي اللاعب الوحيد اللي في الدور المصري اللي يستحق كل جنيه بياخده زيزو كالعادة فخامة وممتع وسحر وإسطورة فوق الخيال أحمد السيد زيزو إلى الأمام يا بطل يوسف أسامة نبيه يوسف أسامة نبيه مش أقولك يسلم اللي جابك لا أنا بحب اللاعب اللي بالكواليتي دي كواليتي ايه؟ أنا بحب اللاعب اللي بالعطلية دي لاعب ناشئ وفي أول عشر دجايق وبيجيب هدف في ماتش كبير زي ماتش الدرويش وفي ماتش الدربي المفروض يحتفل محتفقش بالهدف بيفكر إن الزمالك لا يعرف سوى المكسب تقولي إزاي؟ يقولك أخذ الكرة من المرمى وراح على طول عشان يصنطر نفسي كل الناشئين تبقى بنفسي الكواليتي بتاع يوسف أسامة نبيه شكري من الأعماق لللي جابك يا يوسف جمهور الزمالك العظيم تحية شكر وإشادة على السبات الإنفعالي في أول الدقائق رغم استقبال هدف مبكر شكري لكل زمالكاوي جميل الزمالك متصدر أقوى خط تفاع أقوى خط هجوم يوسف أوباما يوسف أوباما افعل ما يجب عليك فعله ولا تلتفت لما يفكر فيه الآخرين يا أوباما فين أوباما اللي عرفه؟ فين أوباما بتاع زمان؟ فين بدايات أوباما؟ أنا أكتر حد بنتقد يوسف أوباما لأن يعرف قدرات أوباما موفق الفترة الجاية بمشيئة الرحمن نبيل عماد الدونجا أول ماتش رجل الماتش نبيل عماد الدونجا جميل أن يظنوا الناس بك خيرا والأجمل أن تكون خيرا مما يظنون أحمد حسان ميدو قالك كان فيه جلسة خاصة بيني وبين صالح جمعة وعدني بالالتزام وأنه مش هيشرب شيش غير معايا محمد الشامي مش عارف إزاي اسمك شامي وما لقيتش في أكل العيش يا حبيبي باسم مرسي كل ماتش بيبدأ أساسي وما بيعملش حاجة والمدرب بيغيره وبيستغرب أنا عايز أفهم حاجة واحدة بس يا باسم أنت بتستغرب أن المدرب بيغيرك ولا أن أنت ما بتعملش حاجة السؤال اللي بيطرح نفسه على الساحة الكروية مائة عام من لماذا يمارس حمد النجاز كرة القدم